يا ويلي على هالمناظر الدهب اي الاكلات الصح بتروحوا لعند اي لحام موجودة عنكم بتقلولوا بيسلم عليك الشيفة علي عطينا كيلو ونص لحمة عجل من الفخد او الفتيلة حصرا وعطينا كمان 300 جرام دهنة خاروف وبترجعوا لعندي لحتى نبلش مع بعض بسم الله هيك بدي ايها الحبة تيجي معكم شايفين بتجي بهذا الشكل هلا بدنا نقطع شرحات وبعدين منبلش مع بعض بسم الله بعد ما شرحتوهم بهذا الشكل كل قطعة بتقطعوه اربع قطعة لحتى تطلع معكم مثل الجاهز وكمان الدهنة بنفس الشكل شرحات منميل السكينة شوي ومناخدها بهي الطريقة وهيك بعد ما جاهزنا اللحم هيك بدي ايهن يطلعوا معكم وهلا بدنا نعمل اخطر وصفة للشاور من اللحم على خلاط على محضر الطعام مافي مشكلة عصير 3 ليمونات كبار ونص كاسة زيت نباتي بسم الله الرحمن الرحيم وبضيفوا عليهم معلقتين كبار لبن زبادي اللبن بيهري اللحم هري معلقة صغيرة كزبرة يابسة معلقة صغيرة فلفل اسود نص معلقة صغيرة جوست الطيب معلقة صغيرة زنجبيل بودرة معلقة صغيرة بصل بودرة واغلب العالم بتحط مية بصل او بصل فريش انا ما بنصح لانو بيخلي اللحم يصنصي المعنى بسم الله معلقتين ملح صغار واحد اثنين بدنا ننزل معلقة كبيرة خل بسم الله الرحمن الرحيم هلا منسمي بالله ومنخلط يا بسم الله ريحة التبلة بتغوي بالقلب هلا منسمي بالله ومنغرق اللحم تابعنا بسم الله الرحمن الرحيم شايفين هذا اللون الصح وهلا بدنا نحرك اللحم كتير منيح اهم حركة نضب اللحم من الساعتين للست ساعات بالبراد لحتى ياخد النكهة مية بالمية وبعدين منشتغل فيه عملنا شاورما اللحم مضب طمعا نساوي صوص الطحينة اللي هو اساس هاي الاكلة هلا على المحضرة نصف كاسة طحينة وعصير ليمونتين بسم الله الرحمن الرحيم نضيفوا عليه هون كاسة لبن زبادي ثلاثة سنان توم ومنملح على حسب الرغبة هلا منسمي بالله ومنخلط هذا القوام الصح للطحينة هيك بديها تطلع معكم في عندي البصل والبندورة والبقدونس اكيد ما بننساهم لحتى تكمل الاكلة تبعنا هلا بدنا نفرمون طرنشات بسم الله بهذا الشكل اهم خطوة وقت نطالع اللحم من البراد نحطه بمصفاية نصص عالة حتى يطالع كل السوائل شوفوا شلون بهذا الشكل ما بدنا يطالع هاي السوائل على المقلاية قلق صفيناهم كتير منيح منفضيهم بزبدية تانية حطينا المقلاية على الغاز وشغلنا عليها اول شي بدنا ندوب الدهن وبعدين مننزل باللحم واذا موجود الزيت كمان بيشتغل ما في اي مشكلة بس اهم الشي تكون المقلاية مثل النار يعني بسم الله الرحمن الرحيم هلا منوزع الدهن بهذا الشكل هلا مندوب الدهن مية بالمية وبعدين مننزل باللحم هلا هذا الدهن منقيمه على جناب بكرة منحطهن على صحن حمص ومننزل اللحمة على حرارة عالية هلا بدنا ننزل البصل بالمقلاية لحتى ياخد كل الدهن اللي موجود بالمقلاية مناخد هيك اللحم على جناب ومنسمي بالله ومننزل بالبصل بسم الله الرحمن الرحيم يا ويلي على مقلاية الشاورمة اللي بتاخد العقل يا هيك الشاورمة اللحم يا اما بلا واخر شي مننزل بالبقدونس بنفس المقلاية اللي فيها الدهن منحطهم بالمقلاية ومنعطيهم وشع الغاز بسم الله شايفين بهذا الشكل أصبيع الببو يا شاورمة يا ويلي على هالمناظر الدهب وحطوهم الدبس رمان ومشعل بريستيش شوفولي على هالمنظر اللي بياخد العقل يا ويلي على الدهب منسقسقة بالطحينة ومنسمي بالله بسم الله الرحمن الرحيم هاي الأكلات الصح اشتهيتكم بهاللقمة رايح كمل أكل على القاعد ومثل العادي إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوا تضبطونا وضعها بلايك وكان معكم شايف علي تحياتي لكم اشتركوا في القناة